دي بي عاصفة استوائية قد تتحول إلى إعصار من الدراجة الأولى ومن المتوقع أن تضرب هذه العاصفة عدة مناطق من ولاية فلوريدا وأجزاء من خليج المكسيك حاكم فلوريدا رون دي سانتس أعلن حالة الطوارئ في 61 مقاطعة من أصل 67 في الولاية وطلب من السكان أن يجهزوا أنفسهم تحسبا لأي طارئ نواجه عدة تأثيرات للعاصفة في الولاية لا يزال لديكم الوقت لإنهاء الاستعدادات لذا أود أن أحط جميع سكان فلوريدا على القيام بذلك وأحط جميع السكان أن يدركوا حقيقة أننا سنواجه إعصارا يضرب الولاية ربما من الدرجة الأولى لكنه قد يكون أقوى قليلا من ذلك بالتأكيد سنشهده طول أنطار غزيرة وسنرى الكثير من الفيضانات وسيكون هناك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي حسب خبراء المركز الوطني للأعاصير فإنه من المتوقع هطول أنطار غزيرة في جميع أنحاء فلوريدا يوم الأحد مع اشتداد العاصفة الاستوائية ديبي في خليج المكسيك ويتوقع أن تتحرك العاصفة بعد ذلك نحو اليابسة في وقت مبكر من يوم الاثنين كإعصار من الفئة الأولى وهو من أقل الأعاصير قوة مع رياح تبلغ سرعتها 85 ميلا في الساعة يمكن أن تتسبب قوة العاصفة في ارتفاع منسوب المياه إلى 60 سنتمترا وإغراق مساحات كبيرة أحيانا في دقائق معدودة فقط وقد لا يكون لديكم وقت كاف لإخلاء منازلكم إذن الوقت المناسب للقيام بذلك هو الآن كما أشار الحاكم بعض المقاطعات لديها أوامر إخلاء طوعية وأخرى إلزامية وستتعرفون على أوامر الإخلاء هذه من وكالة إدارة الطوارئ المحلية لديكم بدورها تتجهز ولاية جورجيا للعاصفة الاستوائية حيث أعلن حاكمها براين كامب حال الطوارئ وتم إختار الحرس الوطني في ولايتي جورجيا وفلوريدا حتى يكون مستعدا للمساعدة في الاحتياجات الإنسانية وكذلك عمليات البحث والإنقاذ يحذر الخبراء من أن تؤدي دراجات الحرارة المرتفعة والتبخر المتسارع لمياه المحيطات إلى موسم أعاصير أكثر نشاطا مقارنة بالسنوات الماضية ويرجع ذلك لظاهرة التغير المناخي ريدا بوشافرة الحرة فلوريدا